كاترين كلمة رئيس الروسي فلاديمير بوتين جاءت في مشاركته في الدورة السابعة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مقاطعة فلادي فاستوك كلمة بوتين تطرق فيها بشكل مباشر إلى العقوبات الاقتصادية الذي أكد بأن القوى الغربية استبدلت جائحة كورونا بحمى العقوبات التي انعكست وبشكل سلبي على الدول الغربية وحياة الشعوب في دول الاتحاد الأوروبي اتهم بوتين في كلمته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها حاولت الهيمنة على المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم عن طريق فرض المزيد من العقوبات وعن طريق أيضا فرض عالم أحادي القطب هذا المنتدى الذي يشارك فيه بوتين اليوم في مقاطعة فلادي فاستوك شعاره خطوات نحو عالم متعدد الأقطاب كان فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعراض قدرات روسيا في الشقة الاقتصادي خاصة وأنه أكد بأن الاقتصاد الروسي تجاوز حزمة العقوبات الهائلة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا وأكد بأن الاقتصاد الروسي تحسن وبأن تضخم في روسيا لن يتجاوز نسبة 12% مع نهاية هذا العام بالمقابل بحسب التصريحات التي أدل بها بوتين فإن اقتصادات الدول الغربية تشهد تضخما كبيرا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بسبب ما وصفه بالعقوبات غير المدروسة أو حادية الجانب وغير شرعية التي فرضتها القوى الغربية على روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في كلمته تطرق بوتين أيضا إلى الصراع الروسي الأوكراني وما يوصف باتفاق الحبوب المبرم في اسطنبول أشار بوتين إلى أن نسبة 3% فقط من السفن التي خرجت من الموانئ الأوكرانية والمحملة بالقمح وصلت إلى ما يصفه بالدول الفقيرة وباقي السفن توجهت إلى الدول الغربية بحسب بوتين هذا السيناريو ربما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومجاعة في الدول الفقيرة خاصة وأن الاتفاق الذي أبرم في اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تحدث حول ضرورة تسهيل مسار السفن التجارية المحملة بالحبوب التي تنطلق من الموانئ الأوكرانية والتي تتجه إلى الدول الفقيرة التي هي في حاجة ماسة إلى الحبوب الأوكرانية بشكل عام أشار بوتين أيضا إلى توجه روسيا نحو تنويع شركاتها الاقتصادية في الوقت الراهن مع آسيا ومع دول آسيا الوسطى وتحدث أيضا عن تلك الشركات الغربية التي انسحبت من الأسواق الروسية أو تحت ضغوطات هائلة من الحكومات الغربية بوتين قال بأن الشركات الغربية فقدت أو افتقدت لأتنفسية في الوقت الراهن بسبب هذه العقوبات وبسبب أيضا انسحابها من الأسواق الروسية تحت الضغوطات والعقوبات المفروضة من القوى الغربية كما ذكرت يوسف بوتين اتهم العقوبات الغربية بالتسبب في التضخم العالمي كذلك روسيا تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء أزمة الطاقة كيف ذلك؟ ماذا عن الرؤية الروسية وراء هذه الاتهامات؟ صحيح كاترين موسكو ترى بأن واشنطن دفعت دول الاتحاد الأوروبي نحو خطوة انتحارية عن طريق فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الروسي والتي طالت بشكل مباشر قطاع الطاقة بما فيها توريد الغاز الروسي أو النفط إلى الدول الأوروبية موسكو ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت هذه الخطوة لكي تكون بديلاً لروسيا وتورد الغاز والنفط لدول الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون باهظ الثمن مقارنة مع الغاز الروسي موسكو هي الأخرى حملت دول الاتحاد الأوروبي جزء من مسؤولية أزمة الطاقة التي يشدها العالم في الوقت الراهن بعد استدراجهم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية نحو فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا خاصة ما تعلق بالسيل الشمالي واحد وهنا الحديث يدور بدرجة أولى عن وقف روسيا لصادراتها من الغاز نحو دول الاتحاد الأوروبي عبر بحر البلطيق وعبر السيل الشمالي واحدة لكريملين وعلى لسان الناتق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن العقوبات التي فرضت من الدول الغربية على روسيا تسببت في وقف أعمال الصيانة في مشروع السيل الشمالي واحد وبأن التوربينات الموجودة لا تكفي لضخ الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي بحسب الرؤية الروسية الغرب فرض عقوبات على روسيا وانعكست هذه العقوبات بشكل سلبي على الاقتصادات الغربية بما فيها في مجال الطاقة وانعكست أيضا بشكل سلبي على حياة الشعوب في دول الاتحاد الأوروبي طيب البعض يعتبر أن عملية الصيانة هي مفتعلة وليست سبب الأزمة الحقيقية لوقف الامدادات على كل حال لننتقل إلى محطة زاباروجيا والتي لا تزال محط أنظار روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوضيحات بشأن تقريرها ما التوضيحات التي تريدها موسكو تحديدا كاترين أولا يجب الإشارة بأن موسكو انتقدت التقرير الصادر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص محطة زاباروجيا لأن هذا التقرير لم يتضمن الإشارة إلى مصدر الخطر بخصوص القصف العشوائي الذي طال محطة زاباروجيا روسيا تؤكد بأن القوات الأوكرانية هي التي تقصف محطة زاباروجيا والتقرير لم يتحدث حول هذه النقطة التي تؤكد عليها روسيا في الكثير من المرات ثاني أبرز النقاط المهمة التي تطرق إليها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي انتقدتها روسيا أيضا وهو الحديث عن تشكيل منطقة آمنة منزوعة السلاح في محيط محطة زاباروجيا هذا الأمر غير مفهوم تماما من طرف الجانب الروسي أكده المبعوث الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاتيلي فاسيلي نيبينزيا وأتحدث عنه أيضا وزير الخارجي الروسي سيرجي رافروفا اليوم الذي طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمزيد من التفاصيل والشرحات حول هذه المسألة حول نقطة جعل محطة زاباروجيا منطقة منزوعة السلاح خاصة وأن الجانب الروسي رفض في الكثير من المرات حتى قبل زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زاباروجيا رفض الحديث وبشكل مباشر على مسألة تخصيص أو جعل محطة زاباروجيا منطقة منزوعة السلاح وأكدت موسكو بأنه في حال ما إذا انسحب الجيش الروسي والقوات المخصصة لحماية محطة زاباروجيا من هذه المحطة فإن القوات الأوكرانية وما تصفهم روسيا بالكتائب المتطرفة سوف تستغل هذه المسألة وستجعل من محطة زاباروجيا نقطة عسكرية لإطلاق هجمات عسكرية سواء على الجيش الروسي أو حتى للقيام باستفزازات نووية قد تكون خطرا كبير على القارة الأوروبية هذه هي الرؤية الروسية للتقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي حظي بانتقاد كبير من طرف موسكو سواء في مجلس الآمن على لسان فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا دائم لدى مجلس الآمن وحتى وزير الخارجي الروسي سيركيلا فروفا الذي طالب بالمزيد من التفاصيل والشرحات حول هذا التقرير وحول المقترح الذي تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول جعل منطقة أو محطة زاباروجيا منطقة منزوعة السلاح اشتركوا في القناة